وأيضا الفقرة الحوارية هتكون معي على لغة الإشارة صار مشهور زاملتي النهاردة عاد إلى أرض الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشاركته في القمة الثانية الروسية الأفريقية وهي أقيمت من 27 إلى 29 في مدينة سان بوترسبرغ في روسيا والحقيقة أنه نحن نخصص الفقرة الحوارية لهذه القمة لأن لها أبعاد كثيرة جدا نحن نعرف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية موقف أوروبا من روسيا بقى موقف خلافي إلى حد كبير جدا وأيضا واشنطن يعني أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا وبيدعموا أوكرانيا النهاردة وخلال اليومين اللي فاتوا دول هنشوف حتى الرئيس بوتين كان بيذكر أكتر من مرة أنه سيتعاون وبقوة حتى تأخذ القرة الأفريقية وضعها ويبقى في شراكة قوية قبل كده القرة الأفريقية كان ينظر إليها أنها غنيمة أنها نوع من الثروات التي ينبغي أن تذهب إلى بلاد أخرى وكان بيحصل هذا هي قرة غنية بالفعل لكنها فقيرة في مواردها الحالية لظروف الإنقلابات وظروف الحروب وظروف الصراع وظروف الغذاء ويعني الموضوع في أكثر من بعد لما روسيا تدخل بهذه القوة وهي ليست بقليلة روسيا وإمبراطورية أيضا فأدينا بنشوف ربا حلها الاقتصادي كمان بيتعب أمريكا نفسها التدخم موجود فيه وفرص العمل بتقل فيها وما عادتش أرض الأحلام زي الزمان النهاردة هو بيحط إيديه في أدين أفريقيا وعايز يقوي أفريقيا وفي رغبة كمان عند المنظمات والهيئات والدول الأفريقية إحنا نشوف 49 دولة من 54 دولة أفريقية رحوا حضروا منهم رؤساء منهم نواب رؤساء منهم منظمات منهم يعني في خطوة جدة في هذه القمة والنهاردة كان يعني عودة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد مشاركة وشاركوا كمان في اجتماع التدخل أو مش تدخل يعني محاولة قول وجهة النظر الأفريقية في الصراع الروسي الأوكراني لوصول إلى حل سلمي فالحقيقة يعني ده من الأخبار المهمة هنروح كمان لخبر حول رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وقال أنه قرار عمل الموظفين يوما من المنزل سيتم تطبيقه من 6 أغسطس ليه يحصل ده؟ في شهر أغسطس يعني شهر 8 هو الظروة في درجات الحرارة متوقع أنه يبقى في درجات حرارة مرتفعة هيحصل تخفيف أحمال يمكن لما يبقى فيه يوم في الأسبوع الموظفين يشتغلوا من بيتهم تقل الكهرباء شوية أو يقل الحمل فيه الكهرباء شوية قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل أونلاين لموظف الحكومة لترشيد الكهرباء ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد ستة أغسطس وعلى مدار شهر أغسطس فقط على أن يكون ذلك وفقا لما يرى كل وزير ومسؤول معني يعني مش هنقول أنه رئيس الوزراء طلع قرار أن نقعد في البيت ونشتغل أونلاين فنلاقي الكل لا على حسب الحاجة في موظفين لازم يروحوا في موظفين ممكن شغلهم يؤدى كمان اتفق رئيس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة أنه ينتهي لعب المباريات قبل أذان المغرب يعني قبل أن يأتي الليل بالكهرباء وده توفير برضو لمنع استهلاك الكهرباء في الاستاذات والمنشآت الرياضية وقال أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد وسيتم الإعلان عن جدول موعد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقل ومعنا على الهاتف الأستاذة حسن أبو خزيم صحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء للتعقيب على هذا الخبر وهذه القرارات أهلا بك يا أستاذ حسن أستاذ عاطف مرحب الخير على حضرتك أستاذ مشاهديم إيه خطة التعامل إفنديم مع أزمة الاستهلاك الخاصة سواء بالموظفين اللي ممكن يشتغلوا أونلاين يوم الحد أو سواء في لعب الكرة في المراكز وفي الاستاذات يمكن عدد من الاجرات اللي هو طبعا وضحها رئيس مجلس الوزراء بعد مناقشته طبعا في مجلس الوزراء يوم الخميس من ضمن هذه الاجرات يعني استيراد الدولة المصرية حوالي 300 مليون دولار من المزود نحن عارفين الدولة المصرية والحكومة المصرية كانت أخذت قرار في أبريل الماضي بعدم استيراد المزود والاعتماد طبعا على الانتاج المحلي ولكن نتيجة طبعا لزيادة استهلاك الكهرباء وزيادة الأحمال وما لذلك الدولة المصرية والحكومة المصرية رفعت أنها بتقوم بعمليات استيراد 300 مليون دولار من المزود القرار الثاني زي ما حضرتك تفضلت يعني موضوع المباريات يعني بالاتفاق طبعا مع وزير الشباب ورياضة أن تكون قبل يعني المغرب عشان طبعا تخفيف الأحمال في الاستادات والنوادي وما لذلك ده شيء مهم جدا القرار طبعا اللي هو يمكن غلبية الموظفين بيسألوا عليه بداية طبعا من يوم الأحد اللي هو يوم 6 يعني 8 بيكون العمل بنظام الونلاين أو من المنزل بالنسبة لي الموظفين اللي هم لا يتعاملوا مع الجمهور أنا دلوقتي موظفه بيتعامل مع الجمهور يعني موظفه وجاي المواطن بيقدمني الشكوة وبيطلع لشهارك ميلاد طبعا هذا الأمر طبعا لا يتم ولكن كل موظف لا يتعامل مع الجمهور بيكون هو يعني بيشتغل من خلال المنزل بداية من يوم الأحد 6-8 الأحد من كل أسبوع وحتى نهاية شهر يعني أغسطس وده طبعا ده قرار متروك لكل وزارة الوزارة بتحدد الجهات اللي هي بيتم هذا التعامل وعدد الموظفين اللي هما بيتعاملوا مع هذا الأمر لأن الواحد لاقي من خلال النهاردة وإنباره هناك عدد كبير من المواقع نشرت أنه هو تم يعني إصدار قرار بالجهات ويمكن البعض قال 16 جهة والبعض الآخر قال 18 جهة ولكن كل وزارة بتحدد عدد الجهات وعدد الموظفين اللي هما أستاذ حسن يعني هو السؤال هنا يعني الناس عايزة تفهم إيه العلاقة بأن الموظف يقعد يعمل أونلاين يوم الحد وتخفيف العبقة على الكهرباء ما هو اللي بيروح المؤسسة ده لو راحوا خمسة مكان عشرة المؤسسة بتفتح الكهرباء هي هي بتفتح التكييفات هي يعني إيه العلاقة هي العلاقة ممكن عشان كده ترك هذا الأمر لكل وزارة ممكن يعني في مكتب ممكن المكتب الكامل يشتغل من خلال البيئة أو من خلال اللاين يبقى حضرتك وفرت تكييف أو وفرت مروحة وفرت الإضاءة ولذلك لوحظ زي ما رئيس مجلس الوزراء في الأجازات لوحظ أنه بيحدث تخفيف أحمال بالنسبة للمباني والمصالح الحكومية ويمكن أزيد حضرتك من البيتشار أستاذ عاطف يوم عشر مايو الماضي من هذا العام مجلس الوزراء كان يعني ناقش قرار كان أصدر قرار رئيس مجلس الوزراء طلع قرار رقم تلاتة واربعين ستة وتمانين اللي هو خاص بدراسة المقترحات الخاصة به تطبيق نظام العمل أونلاين يعني من المنزل لبعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبالفعل صدر قرار في هذا اليوم للعمل بالنسبة لي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارة الاتصالات كتجربة لمدة ست شهور وفي حالة نجاح يعني هذه التجربة ممكن يتم التعميم بعد ذلك لمن لا يتعامل مع الجمهور لأن هناك طبعا تغييرات كبيرة في نظام العمل على مستوى العالم ويمكن بعض التقبيرات بتقولك والله حوالي 80% من الموظفين دولة ما بيتعاملوشي طبعا مع الجمهور ممكن يشتغلوا من عن طريق الأونلاين أو نظام العمل من المنزل هو المهم بس يعني أنه تمشي في المؤسسات بشكل لطيف يعني القرار كويس لكن تمشي بشكل لطيف لأنه يعني برضو الجهاز الإداري أساسا مكدس فمش تفرق أن شوية يعودوا يعملوا شغلهم أونلاين بس المهم من مصالح الناس تمشي لأنه يعني الناس بتروح المكان وهم موجودين وأحياناً بيتعطلوا فما بالك علينا أن أكد على الجزية دي أن أي واحد دلوقتي يروح مصلحة حكومية بيلاقي الموظف يقدم له الخدمة يعني مثلا عاوز أقدم شاك وعاوز أطلع يعني حاجة كده فيها تعامل مع الجمهور يداً بيد أننا رايح ومتأكد أن هذا الموظف موجود وهو ده اللي أكد عليه مجلس الوزراء يعني أي موظف لا يتعامل مع الجمهور ده ممكن يشتغل من البيت ولكن الموظف دلوقتي بيتعامل مع الجمهور والمواطن لا ده هو قاعد في المكتب وبيقدم الخدمة عشان ما يتعطلش هذا المواطن هل معنى كده أنه يتردد مثلاً من يعني أخبار عن درجات حرارة ممكن تكون الأسخن في شهر تمانية زي يعني بعد الاطلاع طبعاً مع الجهات المعنية وهي الأرصاد الجوية قاله رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالفعل يعني هناك ارتفاع في درجات الحرارة يعني وعشان كده تم اتخاذ هذا القرار يعني عملية تخفيف الأحمال حتى يعني نهاية أغسطس المقبل بالإضافة لو استمرت هذه الحرارة عن 36 أو عن 36 درجة هتستمر معنا عملية تخفيف الأحمال الأسبوع الأول والثاني من سبتمبر المقبل نتمنى من الله ولكن يمكن يعني أمين عام أو مدير عام الأمم المتحدة لما قال والله نحن دخلنا عصر الغليان العالمي نتيجة يعني تغير المناق وقال إن شهر يوليو هو الأصعب يعني على أسبوع طبعا شهر يوليو هو الأصعب وكذلك يعني للأسف شهر أغسط يعني بيقال إن هو زي وزي يعني يعني يعتبر زروة الحرارة أخو يوليو فيها أغسطس تمام أنا بشكرك أستاذ حسن أبو خزيم صحف المتخصص في شؤون مجلس الوزراء نستحمل بعض يا جماعة يعني الحر يعني على كل العالم البلاد كتيرة جدا ولايات المتحدة الأمريكية فيها ولايات درجات حرارها حرارتها فظيعة اليونان كده اللي بيتابع يعني الموضوع مالوش علاقة بنا كمنطقة طبعا يعني المسألة صعبة لكن خلينا نستحمل بعض المرحلة دي وخلينا بقى نطلع نشوف ونرجع نواصل فقرتنا الإخبارية يعني بمناسبة مصر جاية كمان أنا بس عايز أشيد باللي بيحصل في مدينة العالمين لأنه يعني مصر لما تعمل مدينة زي مدينة العالمين ومدينة ترفيهية وتبتلت تعمل حفلات لا يعني دي مصر بقى يعني فيش حد يقدر ينفسها في الجزئية دي وأتمنى أنه يعني الموضوع يكبر ويزيد أكتر من كده نتمنى نشوف المالك لير نشوف مصرحيات المصرح القومي على في العالمين نتمنى نشوف حفلات كبيرة وفنانين بيتجولوا مع الناس ويعملوا ترويج لهذه المنطقة يعني يعني عايزين عايزين حركة فنية القوى النعم نشوف بليه نشوف مصرح نشوف عمر خيرت نشوف علي الحجار نشوف محمد منير نشوف العالمين يعني مدينة بتتلقل لأن هي فعلا تستحق والمهرجان بيزين في السماء بطيارات كمان تستقبل الوافدين لمدينة العالمين لا دي مصر يا جماعة مصر يا جماعة واللي فات ده مرحلة كانت بناء ينبغي خلينا نشوف النصف الممتلئ من الكوب طبعا الناس كتيرة بتتكلم على السنوية العامة وأعلنت وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني مؤشرات ونسب النجاح في مواد السنوية العامة عشرين ثلاثة وعشرين وكانت كالتالي نسبة النجاح في امتحان السنوية العامة المادة الكيميا بلغت 88.9 يعني 89% تقريبا نسبة عدد طلاب الحاصلين على درجة 95% من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياة نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ اللي كنا يعني كلنا فاكرين كانت صعبة بلغت 90.2% واللي حصلين على درجة 95% من الدرجة الكلية في مادة التاريخ بلغت 1 من 10% عموما يعني هي نسب هتعرفوا تقروها على النت لكن خلينا ناخد بشكل عام الوضع مع الأستاذ الصحفي الكبير أستاذ رفعت فياد مسؤول ملف التعليم برحب بيك أستاذ رفعت الأرقام مرضية لحضرتك راصد ومتابع للعملية التعليمية على مدار السنوات اللي فاتت مرضية تماما يا سيد عاطف ويمكن دي ان شاء الله تظهر عند إعلان النتيجة بشكل عام خلال 24 ساعة وبالتحديد ان شاء الله هتولا بكرة في مؤتمر صاحب لوزير التربية والتعليم نعم ونسبة النجاح العامة ستكون مفجأة للجميع السنة اللي فاتت كانت اقتربت نسبة النجاح في السنوات العامة إلى حوالي 75% يعني هي مكمليكش لحد 75% لكن هذا العام ستكون نسبة النجاح 78% ده كلام جميلا 3% عن العام الماضي اللي حصلين على 95% فأكثر دول هيمثلوا ما يقرب من 2.5% من اجمالي طلاب السنوية العام النجحين هذا العام ده بيؤكد ان شكل الهرم بتاعنا تكتل السنوات العامة بدأ يتعدل لان يمكن قبل 3 سنوات و4 سنوات من الآن كان الهرم ده مقلوب وكان الحاصل على 90% فحتى 100% كان بيصل إلى 38% ونص في المية وبالتالي كان بيعطي انطباع كاذب لمجميع عالية بصحبة الأولاد لما يجوا يتقدموا لمكتب التنسيق والطالب يجي إليه نفسه وهو حاصل على 98% في المية ولا كان فيه كلية زي كلية تطب وبالتالي مع تضيخ نظام الاختيار المتعدد في الامتحانات وأيضا عدد الأسئلة في هذا الشكل واللي بيصل من 40% إلى 50% في المادة بنظام صح أو غلط أو اختار الإجابة الصحيحة ده ما بيتحش الطالب أنه ينشل في الإجابات يجب أن يكون ملم بالمقرر من بالنهايته وبالتالي يبدأ الطالب له هو فقط عدة أسئلة ما قدرش يجاوب عليها لكن آه بينجح في المادة لكن لا يحصل على درجات نهائية لأن كانت تولدت لدينا ثقافة مجتمعية لدى الطلاب وأثناء الامتحانات ما يخش الامتحانات لو ما أفلش المادة يعتبر المادة فيها نوع من الصعوبة وفوه مستوى الطالب العاد طب أستاذ رفعت يعني في حلقة الوصل ما بين السماء العامة وما بين التعليم العالي في مكتب التنسيق يعني هو ما فيش تفكير لإضافة لتغيير لتبديل طريقة يعني في ناس كتير قوي على مدار السنين من المتخصصين حتى في شؤون التعليم يعني اتكلموا على فكرة مكتب التنسيق والقدرات والطالب عايز وينفع في يعني هنا ما فيش تفكير جد في الموضوع شوفوا أستاذ عاطف وفي مجموعة كليات شرط القبول فيها ضرورة اجتياز اختبارات القدرات تمام وهي بتم حاليا دلوقتي وهتنبه يوم 3 أغسطس زي كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والتربية الفنية وخلاه نعم لكن ما زال بالنسبة للتنسيق المجموعة بتاع السنوية العامة هو أعدل الطرق لتوزيع الطلاب وبالتالي هي بتغيب متوقفة على حسن حسن ترتيب الرغابات من قبل الطالب للكليات التي يريد الاتحاق بيها وبالتالي هو المفروض عند كتابة الرغابات بيراعي قواعد القبول الجغرافي أي بيكتب الكليات التي يرغبها في دائرة الجغرافية أولا ثم بعد ذلك الكليات الأبعد فالأبعد فالأبعد وهكذا أما فكرة أن يكون فيه امتحان تأهيلي تأهيلي قبل بداية الجامعة وعشان أكشف عن قدرة الطالب أو رغبته في دخول الطب والهندات وخلافه أعتقد الثقافة المجتمعية مهتابة دايما فيها نوع من الشكل والريبة في مدى عدالة هذه الامتحانات ويظل المجموع بتاع السنواء العامة هو المقياس أعدل فيه كيفية تأهيلي صحيح كاتب الصحف الأستاذ رفعة فياد مدير تحليل الأخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم بشكرك شكرا جزيلا نطلع فاصل ونرجع ناخد آخر خبر عن الحر من التوقعات التي عملتها هيئة الأرصاد وإعلنت عنها الحقيقة أنه النهار يشهد انخفاض طفيف في درجات الحر بس ما زالت الرطوبة عالية جدا وده يشهد اليوم هيئة الأرصاد يشهد اليوم السبت الخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة ليسود طقس شديد حرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى راجل بحري جنوب سينة جنوب الصعيد حار رطب على سواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء معنا على الهاتف دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية برحب بك يا دكتورة منار اهلا بك انا مشتاق يا دكتورة منار للمكالمة اللي تقولي لي فيها ويتوقع يعني الهيئة الأرصاد سقوط أمطار وجليد يعني نفسنا مرة نعمل مداخلة على البرد بقى إن شاء الله ما فصل سيطة بإذن الله لكن الحمد لله درجات الحرارة منكن النعار ده بدأت تكون أقل حدة بدأت تنخفض درجات الحرارة يمكن لنا من فترة الصباح ما احنا استشعرنا اختلاف درجات الحرارة عن الأيام الماضية نخفضت درجات الحرارة بمعدل من درجتين لأربع درجات في معظم أنحاء الجنهورية اليوم العظم على القاهرة الكبرى سجلت 35 درجة مقوية الأيام الماضية كنا بنسجل 39 واربعين درجة مقوية فحصل انتفاض في درجات الحرارة لكن احنا طبعا شهر 8 بيكون زرور تصص بسبب ارتفاع نسب رطوبة نسب رطوبة نسب مكملة معنا خلال الأيام القادمة هي اللي بتعلي احساسنا بدربات الحرارة بتزود احساسنا بدربات الحرارة بنتأثر بامتداد منخفض الجوي في طبقات الجو العليا المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بتاعد على انتفاض دربات الحرارة ويتاعد أننا منحسس بنسب رطوبة الموجودة في الجو بالشكل السبير الأجواء أو متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى المقصة في الظلة هتكون خلال هذا الأسبوع ما بين 36 و35 درجة مقوية وإحنا نعتبر أعمى من المعدل بحوالي درجة لكن طبعا هو أقل حتى من الأيام الماضية وعلى مدار هذا الأسبوع كل ما فيش اتفاعات مرفوضة في درجات الحرارة زي ما قلنا متوسط درجات الحرارة 35 ب36 المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة ممكن توصل ل38 39 وطبعا احساسنا بها يكون أقل من الأيام الماضية بشكل كبير وجود نشاط نسب لرياح فترات الليل وساعات المساء ده هيقل لإحساسنا بنسب رطوبة ويساعد أن نحن نحس لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الليل كمان طبعا متوقع تكوّم بشبورة مائية سطرة الصباح الصيفية المعتادة احنا دايما متعودين في فصل الصيف أو شهر ثمانية اللي احنا كنا فيه خلال الأسبوعين المضمين أنا عايز أستألك على شهر ثمانية أخبار ايه أخينا أغسطس معنا يعني احنا دخلين بعد يومين على شهر ثمانية أخبار ايه هو طبعا شهر ثمانية دايما معروف أنه هو زروة فصل الصيف بسبب ارتفاعات كبيرة في نسب رطوبة فنحن مكملين في شهر ثمانية ارتفاعات ملحوظة في نسب رطوبة بإضافة كمان أنه خلال هذا العام معدل درجات الحرارة أو متواصل درجات الحرارة في فصل الصيف في شهر سبعة أو حتى كمان شهر ثمانية أعلى من المعدل الطبيعي بسبب فعل ظاهرة النينيو اللي بتأثر علينا خلال هذا العام وكمان ظاهرة الاحتباس الحراري والتغارات المناخية فعلى مدار شهر ثمانية هيكون في موجات شديدة في الحرارة ممكن تتفع فيها درجات الحرارة بالشكل الكبير لكن مش هتكون بنفس المدة اللي احنا شفناها خلال شهر سبعة ممكن احنا في شهر سبعة شفنا تقريبا حوالي اسبوعين متصلين المعدلات بحوالي درجة الدرجتين احنا متكلم من المعدل او متواصل درجات الحرارة في تمانية بتكون خمسة وثلاثين درجة مقوية يعني احنا خلال هذا العام هتكون ما بين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين اعلى من المعدل بحوالي درجة الدرجتين بسبب طبعا سكرة الصغارات المناخية احنا بنشهدها مهم جدا صفاته الصيف لازم ناخد بنا من السعر والمباشر لاشعة الشمس فترة الزهيرة تحديدا من اتناشر الظهر لحد الساعة اربعة العصر الوقت ده اللي دايما بتسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار اليوم وكل متر اشعة الشمس اللي بتوصل الارض او شدته عالية بشكل بشكل بإمكان نتجنب اشعة اليوم الملابس بقدر الامكان تكون ملابس بطنية في الفضاء فتحت اللون ولو اقدر اكون موجود في اماكن جيدة التهوية ده هيساعدني بشكل جيد على عدم الاحتساس بنسب رجوع وياريت الملابس يبقى فيها مياه كمان دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلام الهي العام الارصاد الجوية مشكورك شكرا جزيلا انتهت فقرتنا الاخبارية بعد الفاصل وستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الاهرام هنتكلم على القمة الروسية الافريقية الثانية وهي قمة انسانية غذائية اقتصادية بالمقام الاول هي انسانية لانه يعني الحقيقة كمان القرارات اللي اتخذت انه الحبوب تصدر عوضا عن الحبوب اللي ما بتجيش من اوكرانيا تصدر من روسيا الى افريقيا مجانا كمان واختاروا اول ست دول الاكثر احتياجا لهذه الحبوب من القرارات الشجاعة ومن القرارات الجيدة وكمان بوتين وتصريحه بانه سيعمل على تقوية القرارة الافريقية في المرحلة القادمة كل ده يقولك السياسة بتتغير ازاي والقرارات مش على طول يعني القرارة العظمى تبقى عظمى لقى في السياسة كل شيء يجوز ودوام الحلم المحال حتى في السياسة هنشوف بعد الفاصل هذا اللقاء اشتركوا في القناة